موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم رح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي رح تشوفوها بأسفل الشاشة تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من اللحظات برنامج على واحد من دني الأرقام في حال ما تأمن الخطوة إياكم الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب تقدرون تراسلونا عبر تطبيق الواتساب برسائل مكتوبة نتمنى تكون متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقرأه بالدقائق الأخيرة ونعرف منه كتاب لنا ومن وين برنامج الواتساب ما نقدر نستقبل عليه فيديوهات مكالمات صوتية أو فيديوية للأسف مشاهدين الكرام نبدي ملفاتنا وأول ملفه يا أنا هو غياب هيبة الدولة ضياع الهوية العراقية غياب مؤسسة من أهم مؤسسات العراق وهي الجيش العراقي هيبة هاي المؤسسة هي هيبة الدولة بكاملها لما نضغيب ضاعة الدولة اللي غيب هيبة الجيش العراقي أو مؤسسة الجيش العراقي هو التسلط وتغول الميليشيات الموالية الإيران خلوا جواها ألف خط لأنه بالعراق اليوم الفساد وهوان السياسيين وضعفهم أمام أولياء أمورهم ببلاد فارس لا هم ما يقدرون يرفعون رؤوسهم قدامهم ولا يقدرون يرفعون أصواتهم ولا يقدرون يقررون أمر بسيط من أمور الشعب العراقي ولا من أمر العراق لأنهم متخاذلين ومتهاونين أضاعوا البلد أضاعوا البلاد والعباد بنفس الوقت ملفنا هذا رح نحكي به عفوا ملفنا هذا رح نكون به من محافظة كربلة نحكي به عن اللي صار هناك من انهيار أمني بالمحافظة بسبب اشتباكات مسلحة بين ميليشية جند الإمام الموالية لإيران مع قوة من الجيش العراقي الحكومي هذا كل هذا يصير وفق شهود عيان من المدينة ومواطنين وأهالي وأطفال ونساء تعالوا نشوف اللي صار هناك إيرانيين 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسبب الاعلى من عندهم اللي هم السياسين والعزاب والكتل والمحافظة عاشت ساعات من الضوضاء والفوضى عاشوا الاهالي بها ساعات من الذعر والخوف بسبب اللي صار لانه اكو ميليشيا تعتبر نفسها من الحجد الشعبي هي جند الامام هي نفس اللي اشتبكت ويه الجيش الحكومي بكربلة هاي الميليشيا تقولاني من الحجد واني مؤسسة امنية لدفاع عن ارض العراق وسماء وماء والجيش العراقي كذلك المؤسسين اللي تقول احنا مؤسسات حكومية فانتو لما المؤسسات الحكومية تضاربوا ببيناتها شون راح يكون حال البلد غير الذعر والفوضى تعالوا شوف سوية اللي قالوا الاهالي واللي يصوروا هذا الفيديو شكو 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 هذا الحال الذي ترى في كربلة هذا الوضع الذي ترى في كربلة هو بسبب أنه هناك جيش لابس زيتوني وبدلة العسكرية التي تسمى في بلدان العالم البدلة الميري التي لها هيبة التي من المفترض أنه عندما نرى لابس هذه البدلة أنت تحتمي به فجأة تلاقي أنه هذا الذي أنت من المفترض تحتمي به هو لا يستطيع أن يحمي نفسه لماذا؟ لأنه هناك ميليشيات هناك عناصر يعتبرون نفسهم هم فوق القانون هم فوق الدولة هم فوق رئيس الوزراء لأنه سيأتيني واحد يقول لي لماذا تقول هذا الكلام؟ ذكرك حبيبي مصطفى الكاظمي لما انشار رئيس الوزراء طلعوا الميليشيات وقال لولا نقصد نكلهم وطلعوا طلعوا الميليشيات وشمروا صور مصطفى الكاظمي الذي هو القائد العام للقوات المسلحة آنذاك رئيس مجلس الوزراء وحطوهم يلقى أداسهم بالبساطي لا لا هددوا وضربوا ببيته صواريخ لا لا فهم لا يحترمون الدولة لأننا نحن 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 نتحدث عن رئيس هرم السلطة أعلى سلطة بالبلد هو أو أعلى السلطة هو رئيس سلطة التنفيذية الذي هو رئيس مجلس الوزراء الذي هو نفس القائد العام للقوات المسلحة الذي حاليا محمد الشياء السوداني وأنا أحنا نتحدث عن مصطفى الكاظمي الذي قابله الناس لما شافت هذه الفيديوهات وشافت حالي العراق بكربلة علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود يانا من منصة فيسبوك أحمد الأسدي الدولة العميقة تشوفهم راجعين للدولة وهم بالأساس ضد الدولة بأي وقت تمث مصالحهم حسين كاظم لو تشوف كربلة ترعب من العسكر ما تعرف حشد دفاع داخلية أحزاب وكلها مدججة بالسلاح عفوا أحمد البكري باستطاعة الميليشيات أن تقتل أي مواطن عراقي في أي مكان أو زمان لأنها تعتبر نفسها أكبر من الدولة المزعومة وأكبر من الجيش وهي أصلا تنتقص من الجيش وهذا اللي كنا نقوله سيف السراي وجود الأحزاب والسلاح المفلد تكون هاي النتيجة والمتضرر هو عنصر الأمن وعلي السعيدي الدولة التي تكثر فيها الأجنحة المسلحة وقوات فلان وعلان ينتظرها مصير مجهول أما عباس حيدار العبدالي يقول كل هذا سبب واحد هو السلاح المفلد فكان هذا تعليق الناس على ما يحصل في محافظة كربلة عندنا اتصال من ألمانيا أحمد حياك الله يا أحمد بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد أوكي أنت مغترب وعايش بالخارج لكن أردس لك سؤال شنو رأيك باللي دي يصير بالبلد لما نشوف أنه أكو ميليشيات تشتب كوية جيش والمواطن هو الخايف وماذا يفتهم يعني لحد الآن الاشتباكات اللي صارت بكربلة بين ميليشيا تسمي نفسها ميليشيا جند الإمام وقوات الجيش العراقي المتمركزة بمحافظة كربلة لحد الآن ما معروف سببها ليش اشتبكوا وليش الضربة وليش صارت طلقات بجوا ومحد يعرف بس الناس خافت ليش الناس خافت همينا محد يعرف رأيك بهذا الموضوع شنو أخي سبب ما الاشتباكات هو أنه أحدها ولا أحد لخارج الحدود والأخرى قد يكون ولا أحد البلد وغير متأكد من ولا الجهة للبلد هذا واحد الشي الثاني هذه الاشتباكات راح تتكرر أكثر من مرة سياسة إيران وأذراعها بالمنطقة بعد ما إجاء خميني للحكم طبل أربعين سنة هو حيب الجيش الإيراني وسوى الميليشيات اللي يسميها الخرف اللاثوري الآن هذه النسخة يحاولون تطبيقها في كل البلدات التي تمتد إليها أذرعهم وأيديهم في لبنان اللي يحكم حزونات وفي سوريا اللي يحكم الفاطميون وفي العراق تحكم الميليشيات وهذه الميليشيات في النهاية سيكون القتال بينهم سبباً على المصالح وعلى الأمور المادة على الحظ ولد الوليد الفقيه نعم نعم طيب السؤال الثاني يعني اللي أريد أفتهم أو أسألك عنه يعني من المفترض اليوم بالعراق أنه أكو رئيس مجلس وزراء وأكو مجلس نواب بلا رئيس لأنه تحتور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأكو رئيس جمهورية هذا الثالث عوف على صفحة لأن نايم 24 ساعة ما نعرف به ولا شايفيه أصلاً بس بالمناسبات لكن على الأساس أكو دولة وأكو قانون وأكو دساتير تتشرع بالبرلمان وأكو أكو قوانين جرمية تصير حسب قوانين يعني قانون قوانين العقاب الجرمي هذا كله دا يصير بالبلد بس يما الميليشيات هذا كله يوقف ليش أخي الكلم هذا يطبق عليه وعليه على الإنسان الفقير بس أما أنه الميليشيات هو من وراؤه هؤلاء فوق القانون أخي هؤلاء فوق القانون هذا البلد يعني تريد تقول أن العراق مو دولة لا مو دولة أكي أخي شنو قيمة رئيس الوزراء إذا ما يقدر يشتوه منتسب الحجب الشعبي نا نا شنو قيمة رئيس الجمهورية إذا هو نايم كل النهار وينتظر التوجهات تجي من خارج الحدود نا شنو قيمة البرلمان إذا رئيسه هو عبارة عن مواطن إيراني رئيسه بالوقانة نا 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 البلد راح البلد قبل عشرين سنة راح نا نا شكرا شكرا إليك أخ أحمد يعني خاف خاف يجي واحد يقول شلون رئيس الوزراء ما يقدر يحكي إياهم اذكر حيدر العبادي لما راد يفوت الجور في الصخر وما يقدر واذكر سليم الجبوري لما انشان رئيس مجلس النواب وراد يطب لدياله وما يقدر واذكر هواية هواية من رؤساء الوزراء اللي يرادوا ويدخلون الأماكن معينة وما يقدروا هو القائد العام للقوات المسلحة يعني من المفترض هذا المنصب هو الآمر الناهي بالبلد فيما يخص القوات الأمن يعني داعشي لكن ما يقدر ملفنا الثاني مشاهدينا من محافظة الذقاء نحكي به عن محاولات المتنفذين وحكي بهذا الملف فهواية ببرنامج صوتكم هي قضية الاستيلاء على الأملاك وعلى الأراضي أكو بيتين ذني البيتين تابعات الدائرة صحة محافظة الذقاء أكو متنفذين يردون يستولون على ذني البيتين بحجة الاستثمار تعاونوا يا فاسدين بالمحافظة ليش حتى يمررون صفقة على حساب أموال وأملاك الدولة العراقية تعالوا نشوف ونسمع شن الموضوع هناك معلومات بردتنا اليوم هذا البيتين الصفقة باعوا اللي هن يقعن مقادل مصرف الدن باعوا هذا مصرف الدن وإحنا نذني البيتين التابعات المن إلى وزارة الصحة وهذا مطعم السيد باعوا سأخذ لكم كلاتي أجتنا معلومات وارزة من واحد شريف ونظيف يقول ذني البيتين دخلوا عليها حجات ودولة الحجات ما شاء الله ماصدين الأخضر واليابس والكل يعرفهم ماصدين بنايات في محافظة ديقار ما نريدين جيقار البنايات قابل يقولون استئداء بس إحنا اليوم نقل المعلومة حتى توصل الرئيس مجلس محافظة توصل للناس المعنيين الشرافاء بالمدينة إحنا بدل ما غني البيتين المتابعات باعات للدولة أستفاد من عندهم أحولهم المستشفى أحولهم المستوصف أحولهم لمستشفيات الأورام دول الاحتياجات الخاصة ما يجي الحجي مرتاح وعدها أموال أو يجي وريد يسويها مستشفى أهلي زي أن احنا مملنا من المستشفيات الأهلية عندنا ما يقارب عشر مستشفيات أهلية بمحافظة ديقار فهي رسالتنا إلى رئيس الوزراء ولا وزير الصحة لأن هذا الموضوع يخصك وهي ضمن اختصاصك وضمن دائرتك وضمن وزارتك لأن البيتين لا أعرف كم متر أليف ألف ونص أنا شوية ضعيف بباقي الأمور لكن إحنا شنسوي نمطي لكم رؤوس إقلام وأنتم ترجعون وتبحثون عنها ياريت أعظم مجلس محافظة الشرفاء رئيس اللجنة الصحية النيابية داخل مجلس النواط وداخل مجلس المحافظة يجي يراجع الأوراق والكتب لأن الجماعة جاي يشتغلون بهم وجاي يكملون بجراءات يردون يدرشونهم إزالة ويعيدونهم ويسوونهم مستشفي أهلي وإحنا ما نقص المستشفيات الأهلية ما شاء الله حدد بلا خرج بلا حرج شوفون المستشفيات الحكومية اللي ما بيها لا أجهزة طبية لا علاجات لا نظافة كيش ما بيها فهي وصلت الرسالة اليوم ذن البيتين خل رجع وكرر أول ما تنزل جسر القطارة وهذا مطعم السيد وذن البيتين عفيا عراق إش قد استولوا على أملاك بيه أراضي حرام مثل قياع responds بيه سجهاتстав Ji مالقطار استولوا عليها سنيعين بيه أو نبيب أنفط استولوا عليها سنيعين بيه أسلاك الضغط العالي تابع لوزارة الكهرباءة SD سيئعين بيه مدارس 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 أراضي بيه أملاك تابع للدولة العراقية سيئعين ان Football على أملاك الدولة. هنا هنالتعدي التعدي يصبح على أملاك الدولة العراقية. يعني التعدي يصبح ليس بحق شخص التعدي يصبح بحق العراق من شماله إلى جنوبه من شرقه إلى غربه. نحن لم نتحدث عن أملاك المواطنيين في منطقة الجادرية؟ لم نتحدث عن أملاك المواطنين في محافظة بابل؟ لا نتحدث عن أملاك المواطنين في حزام بغداد نتحدث عن أملاك تابعة للدولة وهذه ليست أول وحدة ضفاف أنهور استولوا عليها أملاك تابعة للدولة استولوا عليها وآن هنا نعدكم بيتين تابعات إلى وزارة الصحة أو دائرة صحة محافظة ديقار حتى نأكد المقطع السابق عن الموضوع الذي حدث حول دني البيتين التي تابعات إلى دائرة صحة محافظة ديقار الناشط نفسه أكد بمقطع مصور آخر استمرار المحاولات من قبل المتنفذين والفاسدين للاستيلاء على نفس البيتين ذن البيتين بس هنا صارت حجة الاستثمار أنه يردون يبنون مستشفى أهلية تعالوا نشوف طبعاً تأكيدنا على منشور السابق حول هؤلاء المنزلين أو البيتين اللي موجودات ضرب مصرف الدائرة وضرب الدارة السكري طبعاً كثر الحديث حول هؤلاء البيتين نعرض إن عائدات إلى وزارة الصحة لكن هناك مستثمرين حجات عندهم نفوذ دخلوا على هؤلاء البيتين يردون يحولون إلى استثمار البعض قال بين مستشفى أهلي والبعض قال بين هو يكون مول يعني فإحنا نتبني من الحكومة المحلية ودار الصحة بيقار لأنه أن عائدات لكم لا يمكن تحويلها إلى مستشفى أهلي لأنه إحنا ما عايزين مستشفى أهلية ولا مول ولا عايزين مولات لكن إحنا نريد يعني بدورنا يعني ناس ناشدتنا هواي جايبين شفالات قبل يومين يردوني تكون إزالة لهذا البناء إحنا شر نطالب من وزارة الصحة بما أنه إذن عائدات لكم تقدرون أنتم متحولون إلى مستشفى أو إلى قسم حكومة تابع إلى صحة الدقاء حتى يكون هناك أقبال للمواطنين المراجعة هكذا دوالين هاي المساعة كبيرة جداً لا يمكن السفوت عليها إحنا وردتنا كتبوا معلومات كافية بأن أحد الحجاج اللي موجودين راح ياخذ هاي الأرض فإحنا بدورنا راح نبقى نتابع الموضوع وراح بقدر الإمكان ناشد وزارة الصحة ودارة الصحة الدقاء أن يكون نجني من أجل المصلحة العامة ومن أجل المواطنين نتحولاً إلى بعض الأقسام التابعة إلى وزارة الصحة لأن تعرفون إحنا محابة الدقاء ووضع الصحة بها متدور لكن هاي الأماكن السفاتيجية وتعتبر بسنتر المدينة لا يمكن السكوت عليها فهي رسالة إلى حكومة محلية ولوزير الصحة هذني البيتين التبيرتين يعني داخلون عليهم بعض الحجاج يريدون يأخذون استثمار ويحاولون إلى مستشفى أهلي فأتمنى من اللجنة النيابية الصحية داخل مجلس النواب واللجنة أعضاء مجلس محافظة يتابعون هذا الموضوع لأن احنا فتحنا هذا الملك وراح نبقى نتابع هذا الملك إلى أن يتحول إلى مستشفى حكومي وليس مستشفى أهلي هذا الحال اللي بالإراق قضية استيلاء المتنفذين أو الفاسدين أو السياسيين أو التابعين إلى أحزاب اللي أدهم ظهر هاي قضية أزالية صارت بالإراق الناس لما شافت الوضع علقت على الموضوع حسين عبدالله الوائل يقول الناصرية تنهب على يد البرلمان والأحزاب ليس فقط المركز الأقضية والنواحي أيضا ما يكون نزاهة بالناصرية فاشلة أركان غالبي ما دام الأمانة موجودة ما يظل شيء بالناصرية الأمانة يقصد البلدية قيصر منزل ينتابع لصحة ذيقار مقابل مصرف الدم يتحولا للاستثمار مول أو مستشفى أهلية تم الخمط بنجاح ثمار الحسين ناوي يقول هذه الأماكن قبل أسبوع أهالي المنطقة هم ناجدوني وقالوا نريدكم تطلعون تسوونها رأي عام ما معقولة هيش أراضي بنص المحافظة جاي تروح وليد الحسيني الناصرية بؤرة للمبتزين والفاسدين هشام السومري كلها صفقات سياسية بين الأمين العام والسماثرة في ذيقار المشكلة أكو تعليق جذب نظري يتحولا للاستثمار مول أو مستشفى أهلية تم الخمط بنجاح نعم أنا أشهد لك المهمة اكتملت لأنهم ما يهمهم أن يهتمون بالصحة ولا بالتربية ولا بالزراعة ولا بالصناعة شن يعني بيتين تابعات الوزارة الصحة يا صحة هاي المهم السياسي أو المسؤول أو 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 رئيس حزب أو رئيس ميليشيا يبني لموالب بدالهن يزيدن المالات بالحساب البنكي ماتة هذا المهم أما الشعب العراقي مو مهم هم ما هيتش يفكرون نروح لملفنا الثالث ملفنا الثالث والله العظيم بي في ضيحة دولية يعني قمنا نخجل قمنا نخجل من اللي دي سوووا السياسيين أمام العالم وشون العالم دي شوف بلدنا هذا البلد بلد الحضارات هذا البلد اللي كان يسمى جمجمة العرب هذا البلد اللي خرج علماء هذا البلد اللي اعتمدت علي جامعات الوطن العربي في تعيين أساتذة تخرجوا على يد جامعاته. هذا البلد اللي كان وجهه للناس هذا البلد اللي كنا نفخر به. في بطولات جيشه في خيراته في وضعه في حياته لما نشوف شركة الخطوط الجوية العراقية ورما ينشر لنا شخص اسمه جوش كاهيل وهو يوتيوبر عالمي. معروف هذا الشخص بانتقاداته لشركات الطيران العالمية جوش اياته ورايا طلع عنا بمقطع فيديو نشارع على صفحته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مئات الآلاف من المشاهدات انتقد بي بهذا المقطع هواية من الأمور مثل سماعات الهيدفون ما للشاشات ما للطيارة بعض الطواقم وغيرها وجبات الأكل المقدمة في الرحلة على متن الطائرة ووصفها بأنه هي مو بالمستوى المطلوب في هذا الوقت نشوف نقدم شيئاً في المقابل وبعيداً عن السعر العالي استاذ جوش بما أنك منتقد إلى شركات الطيران الدرجة الاقتصادية الإيكونومي على متن الخطوط الجوية في أي دولة بالعالم راح تلقي بيها واجبات وراح تلقي بيها مخدات وبطانيات وسماعات وأكو وسائل راحة وأكو أيضاً في حال احتاج المسافر أو إلى تدخل طبي أكو هواية من الأمور أكو هواية من الأمور اللي قدموك إياها وأنت حاجز تيكت على الدرجة الاقتصادية ليست الاقتصادية المتقدمة أو رجال الأعمال أو الدرجة الأولى فما بالك التراكب لي على متن خطوط الجوية العراقية ومن القمرة اللي إذا نشوفها ورانا أو المقصورة هو حاجز الدرجة الأولى ويحشي لك ماكو سماعات والأكل ما درجة اقتصادية وا 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 أمور وأستاذ جوش هذا الفيديو ماتك ما رح يزيدلنا شي لأن هذا الفيديو ماتك الناس طلعته هواية روح شوف الفيديوهات اللي نشرعها العراقين على الخطوط الجوية العراقية وعلى شركة فلاي بغداد اللي يملكها عمار الحكيم شركات الطيران العراقية والمطارات بالعراق صارت من أكثر المؤسسات الحكومية فسادا أكو هواية من المقاطع الفيديوية اللي تثبت هذا الأمر وموجودة على المواقع خلونا نروح إلى عروس الخليج العربي أو ما كانت تسمى بهذا الاسم فيما مضى عندما كان العراق جميلا في كل شيء المهم لقينا شكوى من مواطنين نتيجة الاستغلال والجشع الواضح من قبل شركة تكسي المطار في مطار البصرة الدولي ويناجدون الجهات المختصة بالتدخل تعالوا نسمعه أخوان باتح الباب الدي أنت باتح الباب أنت باتح الباب الدي السلام عليكم من مطار البصرة الدولي الاستغلال واضح السيارة ذا موقس منك ما تشد وإذا وكالة ما تشد وتفاصيل تعجيزية وكرود السيارة من داخل المطار إلى خارج المطار سبعين ألف دينا هنا الرقابي هناك واحد يحاسبون دولي إذا لواء خيدر غالي مدير من المطارات عشب نهاية توقيا هذا الحال بشركة تكسي المطار في محافظة البصرة وكذلك في بغداد وكذلك في أي مكان أي مكان بالعراق اليوم الحال نفس الحال لا تتوقعون أن الحال يختلف لكن راح نبقى بالبصرة لقينا تصريح من مدير مطار البصرة هذا مطار البصرة الدولي مطار البصرة الدولي بجماليته البناء الجميل وعلم أنه هذا البناء مبنى في سبعينيات القرن الماضي هذا مو جديد ولا الديكورات ولا الزخارف ولا كل شيء موجود به جديد عبد الحسين محسن مدير مطار البصرة سمع شكوى من المواطنين لأنه منظومة التبريد بالمطار خربانة بصالة المغادرة طلع ديرود عليهم وقال السبب هو الرطوبة العالية اللي موجودة بالجو الرطوبة العالية اللي موجودة بالجو بالبصرة هي اللي تتأثر على كفاءة التبريد وهم الجماعة ما قصروا قال رحنا للسوق اشترينا قوالب ثلج أبو المتر جبناها خليناها بالمنظومة مع التبريد حتى ننطيكم هوا بارد تعالوا نسمع تنزل هنا بالشرجي التبريد ما أن تنزل كفاءة للخمسين أقو تبريد بس خليل عارفيني اليوم شنو سويت اليوم أنا جاي بمية وعشرين قال بثلج حاطم بالتبريد حتى عدل التبريد هسا وصل لي عشرين وهسا المية رح تجيني هنا شنو اللي دورنا دورنا سوينا مشروع جديد سوينا تبريد يشتغل على الهوى مو على الماء المشروع هسا قيد التنفيذ يراد شهرين ثلاثة يكمل إن شاء الله إن شاء الله سنت الجاية بعد ما نضغي الحرورة إذا الرطوبة تقلل نسبة كفاءة التبريد زي أنا هو يريد ما شاء الله يريد يتلج وناغل تتلج أنا بس هسا نحن رح نشتري قتلش نشتري قوالب تلج ورح ندلها بالتبريد حتى نعادل التبريد لأن ما رد الناس تزعل علينا بس هي هاي مكانية الأجهزة مارتنا عيني عبدالحسين ذكرتني بالعراق بالحصار أكوش كم سيارة تيوتا كرونة ثمانين واحد وثمانين برازيلي أكو سوبرات ما بيهن تبريد كانوا يحطون فلينة بالصندوق وبنكات ويمدون صندات للغرفة ويشترون الثلج ويشغلون البنكات أدري شنو الموضوع مطار يشتري مية وعشرين قالب ثلج زين الموظفين ما المطار شسلمتهم شناقية العهدة شنو الموضوع منظومة تبريد ما عندك بلا زحمة سؤال إذا عندك بالخفجي أو جوة بالبصرة عدتكون مشكلة يعني الرطوبة عالية بلا زحمة بس روح لي للخليج روح لي المطار دبي روح لي المطار عمان قطر روح شوف شوف التبريد مالتهم المطارات تأثربت بالرطوبة رطوبتهم أكثر من البصرة للعلم أريد أقول لك شغلة وحدة بقطر أكو شوارع بيها تبريد شارع تمشي بشارع الطب بالشارع تحس ببرودة جو لأنه أكو تبريد وأنت بمطار تقول لي اشتريت قوالب ثلج أنا لو مسؤول بالدولة العراقية وأسمع هذا التصريح هذا لا ماحلة تحقيق ولا مؤبد هذا أسوي عبرة للناس شنو قوالب ثلج مئة وعشرين قال ابدا تجيبهم للمطار وإن شاء الله سنت جاية راح نسوي لكم منظومة تبريد بالمي مبردات شو راح تسوهن المبردات بلا زحمة هو العراق راح يعاني من مي يقول لك العراق إذا بقت الحصص المائية العراقية على حالها بالالفين وخمس وعشرين المي في بعض الأنهر راح يجف إيران لما نسدت الأنهر عليك أين أستاذ عبدالحسين أن مين راح تستخدم منظومة تبريد مائية لا حول ولا قوة إلا بالله الناس لمن سمعت هالتعليق وشافت هالموضوع علقت عدية يقول بالعكس الرطوبة تزيد من كفاءة التبريد لأن الرطوبة تقلل من حرارة الجو فتريد تشذب تشذب عدل رات يقول لك أقعد عوج وحتي عدل مصطفى حافظ يقول هاي انت كل عقلك الرطوبة تأثر على التبريد المفروض على هذا تصريحك ربع ساعة ما تبقى بمنصبك عبدالله البحران يقول أصلا أجهزة التبريد تجرش شوية الرطوبة وتزداد كفاءتها يلا مية وعشرين قالب ثلج القالب خمسة وعشرين ألف يصير ثلاث ملايين السنة جاية عقد شراء أجهزة التبريد خمس مليارات وهي الثلج ورياض البصري يعني مطار دولي واجهة بلد والتبريد ما بي وانت تقول راح أجيب ثلج شره البلية ما يضحك يعني انت هم حاسب نفسك مدير مطار بس هاي محاصصة الأحزاب اللي دمرت البلد انت وأمثالك حازم الشبار يقول سلطات طيران العراقي غير مؤهلة لأمنة وافده ولهذا المنصب غير مؤهلين أصلا والأحزاب هي من تمتلك هذه السلطات لأنها تدر أرباحا خيالية كريم الربيعي صار سنين نعجيب نفس هذا الكلام ناهيك عن هي أسوأ خطوط من ناحية الالتزامات في مواعيد الرحلات وعدم وجود شروط سلامة ولهذا الأسباب منعت من الطيران فوق أراضي الاتحاد الأوروبي تعليقا على قوالب الثلج اللي موجودة في مطار البصرة وأي شخص يريد يشرب مي بارد يقدر يروح لهناك يسأل أي موظف يشايل بيدة تشنقال مع الثلج يقول له أين منظومة التبريد يقول له فوق هناك يصعد لي فوق يأخذ لها ثلجاية يخليها بالترمز يشرب لها مي بارد مجرش بس أرذفتهم منظومة التبريد مع المطار اشتلون دخلون هن قوالب الثلج ابيام أخزن هي منظومة التبريد مو أكو كومبرايسر خارجي فكوا القبغ مع كومبرايسر وحطوا بثلج كين الموضوع تعرفون بالعراق يعني بما أنه كل شي عدنا مخزي مالفنا الجاي همينا مخزي أكو نائب اسم حسين مؤنس يجعوا حاول يفبرك ويتستر على المتهمين الحقيقيين فيما يسمى سرقة القرن تذكروا لما طلعنا وحط لها صفتها مال فلوس وصفها أنه هي من مخلفات فوضى تشرين يعني اتهم الثوار والناس الناس الجوعانة اللي طلعت تقول لك أريد كهرباء وارد ماء وارد رعاية وارد وظيفة وارد تقاع ذولة اللي طلعهم اللي متسببين سرقة القرن حتى يخلط الأوراق ويخلط الحابل بالنابل كالعادة ينتهجون سياسيين الأحزاب الفاسدة وممثلين كتل تبادل الاتهامات بين بعضهم البعض حتى يزيفون حقائق ويهمون الرأي العام باللي دي يصير تعالوا نسمع النائب شنو اللي قاله هذا السرقة هي من مخلفات الحكومة السابقة وحتى أكون أدق هي من مخلفات فوضى تشرين اللي انبثقت منها الحكومة السابقة وكل مشاكلها شنو علاقة سرقة القرن بفوضى تشرين طبعا فوضى تشرين طلعت منها الحكومة حكومة الكاظمي حكومة الكاظمي تجاوزت كثير من الأعراف السياسية من ضمنها مثلا تعينات بلا تدرجات وظيفية من ضمنها سرقات من ضمنها كثير من التجاوزات ومن ضمنها هذه الثغرات اللي استغلت من قبل بعض الوزراء أو مكتب رئيسي وزراء السابق من مكتب رئيسي وزراء وستغلوا هذه الثغرة وصار أكفد قيود معينة وبالتالي حدثت هذه السرقة أنا أقول خلينا نعرف هل هذه سرقة أو موسرقة عيدة راح عيدة أردث قال نقطة معينة الصوت راح تمام قال حكومة الكاظمي تجاوزت الأعراف الدولية أو القانونية في تعينات بدون درجات وظيفية أو سلو صدق تحكيه؟ حسوني حبيبي أبو الغيرة أنت نوري المالكي عين واحد قائد عمليات بالغلط وأكو فيديو يثبت هو بالسانة يقول لي يقول لي أنت صرت بالغلط قائد عمليات وأحب أقول لك شغلة وحدة حفيف قلبي تعرف هذا منه؟ وزير داخليتك الحالي عبد الأمير الشمري بالغلط تريد أزيدك بعد؟ أكو ضباط دمج هواية مو مصطفى الكاظمي القبلة والقبلة والقبلة أزيدك بعد؟ أكو رؤساء جامعات ما يعرفون يقرون ويكتبون أطيق بعد؟ أكو وزراء شهاداتهم مزورة وجاي بيها بفلوس شنو تريد بعد؟ شنو التعين السفراء مدراء عامين وكلاء وزراء وزراء مدراء مطارات مدراء شركات عامة شنو اللي موجود الطيني اليوم الطيني اليوم وزير زراعة بالعراق من مجلس الحكم الانتقالي إلى سنة الفين واربع وعشرين محمد الشيعة السوداني إلا اختصاص بالزراعة أطيني وزير تربية إلى علاقة بالتربية أو وزير تعليم عالي ما بهم واحد يفتهم احنا عدنا احنا عدنا موزرة احنا عدنا بيوتات هاي إليو هاي إلك هاي ماتيو هاي ماتتك فلا تجي تقول لي فلان تجاوز انتو كلكم تجاوز انت وجودك بالبرناموان تجاوز لأن كلامك هذا كله تجاوز لما انت تنتهم لي شعب ثار عليك وعالموجودين بسبب الفساد اللي موجود ثار بسبب وجود صفقات أخرى غير سرقة القرن اللي تجي تقول لازم نعرفها هي سرقة لو مو سرقة ما تسميها العاد ما تسميها اريد اسألك سؤال أستاذ حثيان مؤنس انت عايش ببيت أبوك وأبوك يصرف عليك وأبوك نايم بالفراش وطبيت بالليل جريت من جيبة بدون علمه وطلعت تبرمكت بهالفلوس على جماعتك سرقة لو مو سرقة اذا تقول لي مو سرقة فانتو كلش ما تعرفوه عن الإسلام أما إذا تقول لي سرقة فلا تجي تعرف لهاي اللي معروفة ولو تبرأتو اللي طلعت الفلوسوية مثل ما برأتو غيره مثل ما برأتو مجرمين قتلوا ناس نصر يقول وسرقات الموازنات اللي قبل تشرين من مخلفات شنو وحيدر طه سوى محاكمة علانية وخلنشوف نور مرتبط بتشرين لو بالأحزاب مقتضى جبار يقول والمصفة هم سببها تشرين واللي طلع من السجن هم تشرين المية واربعين مليار الباقين المالكي هم تشرين أراضي الجادرية هم تشرين انعدام السيادة هم تشرين تهريب العملة والدولار صاعد وميناء الفاول المسيطر علي العصائب هم تشرين أما أحمد مجيد يوسف يقول حرام يسارق ألف مليار كان مزجون أدكم والطلقون صراحة وتخلوا يسافروا وأنتو القضاء بيدكم والقوى العسكرية بيدكم وكانت هاي التعليقات من منصة تويتر حول هذا الموضوع اللي موجود ويانا أبو علي من الناصرية حياك الله السلام عليكم سالة حياك الله أخوة أحبت لكم وسائل خير جمهورة ضعف دين أنا مثل ما دي قالت لتيادة الحرامي حسين مؤنس اللي هو أساسا يعني ما أخذ عضو مجلس نواب بدون وجه حق نعم يعني يمثل الشعب العراقي يمثل بس المنتفعين من الأحجان إذا كان مدير الهيئة العامة للضريبة هو من ثوار تشرين فيكون يعني ثوار تشرين هم السادقين إذا كان مدير الحسابات في هيئة العامة للضرائب من تشرين أنا عيدة إذا كان مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بالهيئة العامة للضرائب من تشرين أنا هم من عواصلة نعم إذا كان المسؤول على التأمينات الشركات الموظف اللي مختص اللي يعرف الشركة ويعرف قد منطين تأمينات من تشرين هم يكون لهم مساقين إذا اللي حضر الصكوك وراح للمصرف صادقهم من ثوار تشرين فثوار تشرين هم السادقين إذا مندوب الشركات اللي راجع وجاب صحة صدور من وكالة الشركات للشخص هذا المحاسب القانوني أو غيره ومدقق لازم كل شركة لها مكتب محاسب قانوني دقق حساباتها وأظهر أن بريئة الزمة ووداها للهيئة العامة للضرع من ثوار تشرين فلذلك هم ثوار تشرين هم السادقين إذا كان مدير أو موظف الأمين الصندوق في المصرف اللي طابق التواقيع اللي موقعين على واللي حضر مستند الصرف وحضر الصكوك وطابق التواقيع من ثوار تشرين فهم السادقين لكن كل هؤلاء كل هؤلاء هم مشتركين في سرقة الوقار اللي ذبوها براس نور زهير نور زهير مو بريئ لكن نور زهير ما اشتغلوا كيفا أنت ما تدري شين الشركات اللي اشتغلت في العراق واش قد انطت تأمينات واش قد استقطعوا من عندهم هو هذه المشكلة أنه أكو أكو شخص حرامي بيت اللي هم من أعضاء مجلس النواب وهم الوزراء وهم وعلاوي اللي خلع عافل حكومة أو شرد أو غيرها هم هؤلاء هم السادقين بس هم جاهزين أنفسهم حتى يطلع نور زهير بريئ لأن عنده اعترافات عليهم وعند الوثائق تثبت أن هم مشاركين بالسرقة هذه وهم موقعين فإذا كدون يطلعون من الآن هو براء ويذبونها براء تأحد لكن من الثواتشين هي تمثل الشعب ترى مو تمثل شخصية قضية يعني أبو علاوي هي قضية نور زهير أصلا هي عبارة عن فيلم هندي فيلم هندي طلعه لأنه رادت تنكشف العملية قال لكن طلع لنا كبش في دائم بقي سنة زمان بالسجن ماكل شارب نايم ما تعرف جوه شنو الرفاهية اللي هو عايش بها قابل هو متهم ارهاب من مناطق أخرى مثلا حتى يعذبوا أو يسوون بيشي المهم وراح يطلعوا براء ويقولوا لا روح الله وياكل اللي أخذتهم إليك بالعافية عليك هي مو هي مو انقصت إنه السرقة راح تنكشف لا بس يقول له يقول لك ما شافهم يبوبون شافهم يتقاسمون هم رادوا يتقاسمونها بس ما صارت يعني واحد يريد ياخذ من زؤنور زهير أو غيره فما صارت الرجل قال أنا خلاص اللي خذتوا من عندك فايوان اللي عندي هذا موجود فلذلك واحد باعث ثاني إذن السرقة موجودة بين الحكومة العراقية وانت مثل ما ذكرت حضرتك أنه ما وزير مهني تولى وزارات الحكومة العراقية كلهم محاصصة واللي يجي أكيد اللي يجي الكتلة اللي دعمتها وخلتها وزير تطلع فلوس الانتخابات من صرفه لأن ما احد اليوم يقول لأي كتلة انتخابية أنتم من صرفتوا على الإعلانات مو بس يا أبو هناك كواية فيديوهات لنواب من ضمنهم مشعان الجبوري يأكدون أنه المناصب تشترى وتباع في العراق كرئيس مجلس نواب كوزير كأي منصب العراق كل منصب إلى سعره فهذا اللي يجي بالمنصب يقول لك أنا نطيت فلوس أردى طلعين بينما الآن استاذ أثل لو يقول مثلا 50 من الوزراء حرامي رح يرفعون دعوة ويجرون استاذ أثل للمحاكم بس من يجي مشعان الجبوري وغير مشعان يقول الوزراء الوزراء تباع وتعرض بالمزاد وكل من ياخذ المزاد هذا لم يحادي حاسب لماذا؟ لأنه ما أهل الحرامية وأهل بيت بيت الحرامية يسمون لكن نقول مدام أكو قنوات فضائية وأكو صوت يوصل صوت العراق يوصل إن شاء الله حق العراق معي قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين صلى تضوء على الذكرى العاشرة لمجزرة جامع مصعب بن عمير في محافظة الديالة بقرية بني ويس التابعة لناحية السعدية بقضاء خانقين صارت المجزرة يوم 22 آب سنة 2014 ويتوافد المصلين لأداء صلاة الجمعة في ذلك اليوم اقتحمت الميليشيات الجامع أطلقت النار بشكل عشوائي على حشود المصلين بعملية إعدام جماعية وتعد هذه الجريمة مثال حي على سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في ظل الحكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق والتي تعاقبت على حكمها حتى تعرفون نحشيو مزيد من التفاصيل لنتابع هذا الإنفوغرافيك بعنوان مجزرة جامع مصعب بن عمير آخر المجازر في عهد المالكي تعال نشوف موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 الاجتماعي ما راحش عن مجزرة جامع مصعب بن عمير ولا راحش عن القضاء لأن فساد القضاء هو فساد البلد فعليا القاضي لما يكون فاسد فقر على الدنيا السلام لأن القاضي يتعامل بقوانين الشرع فلما يقضي بالحرام ويقضي بالمخالف ويقضي بتبرئة القاتل والمجرم والسارق والفاسد ويجرم البريء ويودع السجون على نتيجة اعترافات أخذت مننا تحت التعذيب أو أخذت نتيجة تهمة كيدية أو 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 مخبر سري فأنت هناك تجاوز مو بس على المواطن وعلى البلد وعلى قوانين وشراء هذا البلد بل حتى على الشريعة بالكامل لأن القاضي يتعامل بقوانين الشريعة للحكم لكن أنا لها السدايخ عبدالحسين مدير مطار البصرة 120 قالب ثلج وين حطيتهم أتمنى عبدالحسين يطلع بتصوير أو يصور لنا موظفي مطار البصرة وين خلونا قوالب الثلج بالمطار بالدكتات ما التبريد الطامة كبرى والمصيبة أكبر لأن هذا مي رح يذوب المي وين يروح على روس الناس لو راح تخلون ساقيج على صفحة وين يروحوا بمكان الدكتات من الزنجر شنو مصيرها وين خليتهم الثلجات يرحم أهلك ليه السدايخ بهذه القضية مع الأسف بالعراق كل تبرير عدنا من السياسيين هو تبرير فاشل ومضحك لما يقول لك ما عدنا لأن العراقين يصبحون هواية الكهرباء ما عدنا لأنه يستخدمون قيزر ويستخدمون تبريد تبريد ما عدنا لأنه الثلجة نشتري نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة لحد الجاي انتظرونا في عماذ الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة